فاينال تشامز ليجو ماتشين من نار زي ما توقعنا وليفربول حيقابل توتنم في النهائي في الوان دامتر وبالتاني وبعد ماتشين رو منتدتين يعني خياليتين وحاجات من كوكب تاني وانت اكيد من عالم تاني ليفربول بيلاعب برشلونة بعد اتنين وسبعين ساعة من الفوز على نيوكاسل في الدوري واصابة صلاح مع اصابة فرمينيو قبل كده واصابة كيتا من ماتش الزهاب يعني ليفربول بيلعب الماتش من اقوى يعني من الماتشات اللي هتتحدد بنسبة كبيرة اسكان ليفربول حياخد دوري او تشامز ليج من غير اهم تلات عناصر اساسية صلاح وفرمينيو ونبي كيتا ليفربول الصراحة ما كانش حد يتوقع خالص ان هو يقدر يرجع من المنتدى نهائي حتى لو في الانفلد الا شخص واحد بس وهو الاسبيشل وان جوزي مورينيو اللي قال الانفلد مفيش حاجة مستحيلة مع الفريق دوت في الملعب ده مع الجمهور دوت بالاجواء ديت مفيش مستحيل اربعة سفر وحاجة يعني انا بتفرج على الماتش بقيت باشد في شعري بقول لمراتي تعالي تفرجي شوف الكورة شوف الكورة شوف الكورة عندنا دوري يعني نبدأ في توصيل اللقاء وليفربول بيلعب برشلونة ومحتاج اربع تجوان على اساس السعود ولمنتدى ليفربول بدل اللقاء بيعتمد على طريقة اربعة تلاتة تلاتة ارنولد من اقوى المدفعين في الباكات اليمين او المهاجمين اللي في الجناح اليمين او من اقوى الزهراء الجوانف يعني في اوروبا حاليا اكتر واحد صنع هداف لفريق من ليفربول واكتر واحد صنع هداف الدوري لليفربول وحاجة غريبة خالص وكان السبب في هدفين لليفربول في الماتش دوت ارنولد يمين وبرتسون اللي خرج مصاف في بداية الشوت التاني شمال اتنين قلبي دفاع متيب وفان دايك والصراحة متيب عمل مطش خيالي قلب نيستا قلب نيستا وقدر ان هو يعمل تاكلين على ميسي في بداية الشوت التاني تقريبا يعني قضع يعني كان متيب ده كان حاجة خيالية نيستا قلب نيستا اجدعان ويه تلاتة نص ملعب كان فابنيو ارتكاز من افضل متوجة فابنيو هندرسون وميلنر يعني تلاتة نص ملعب كانوا تقال جدا 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 في الشوت الاول وده الفارق للليفربول تلاتة مهاجمين كان ماني ووريجي وشاكيري لأول مرة بعد اصابات اللي ضربت ليفربول الناحية التانية فالفيردي العجلاتي بيعتمد على نفس التشكيلة اللي لعب بها لقاء الزهاب وهي اربعة تلاتة تلاتة بتحول لاربعة اربعة اتنين بيميل فيها الكوتينيو ان هو يرجع في نص الملعب كمدافع يلعب باربعة مدفعين عشان يقفل نص ملعب على ليفربول لعب باربعة هم قلبة شمال سيرجي روبيرتو يمين اتنين قلبية دفاعة كان لانجليو وبكي تلاتة نص ملعب كان فيدال وبوسكتس وراكيتش اللي عملوا ماتش سيء جدا تلاتة قدام ميسي سوارز وكوتينيو وكوتينيو الغايد دلوقتي مش قادر يتأقلم على الاوضاع في برشلونة الماتش بدأ ضغط عالي وليفربول ضغط بكل خطوطه ويعني غريبة خالص ان مش غريبة ان ليفربول يلعب بضغط لانه هو عايز يفوز بس الغريبة ان هم بيقدوا كأنه الفريق دو تلاعب طول الموسم بنفس الادوار او بنفس اللعيبة او يعني بنفس الطريقة او يعني حاجة غريبة خالص وفي اول دقيقتين ماني بيروح حبه بتوصل دور باروكنية بتتلعب بتعدي في الديها السبعة وقوريجي بعد اختراقها من ماني بيديها هندرسون هندرسون قلب ميسي يا جدعان بيلموا حلقات وبيشوت تيريشتيجن بيسود وقوريجي اللي ملعبش تسعين دقيقة طول الموسم في اي ماتش في الدوري قدر ان هو يجيب هدفين ويمقز ليفربول من شطين بس يعني هو لمس الكورة لعب مرتين على الجون وكانوا جنين لسوق حظ بارشلونة بارشلونة الناحية التانية حولت وفي الديها السبعتاشر اول خطورة على مرمى الاسون كانت عن طريق كوتينيو من ناحية الشمال وشاط لكن الاسون كان لها بالمرصاد بعد كده في الديها 22 تسديدة من روبرتسون يتصدى تيريشتيجن بعدها سرو باس من شاكيري ليماني بيضيع فدخلنا في الشوت التاني كان قدام يورجين كلوب مصيبة ان الباك الشمال الاساسي ليه روبرتسون اتصاب وكان لازم يغير فعمل تغييره يعني قلبت من احداث اللقاء فينالدوم مكان روبرتسون وميلنا يروح للجانب الشمال وفعلا بعد عشر دقايق تقريبا في الديها 53 في الديها 53 ضغط عالي من ارنولد على جوردي قلبا بيغلط بيرفعها ارضية فينالدوم بيحط جون يعني رجع رجع الروح تاني لليفربول بعدها مفيش دقاتين من ناحية الشمال ميلنار بيعمل عرضية رقصية كما قال الكتاب من فينالدوم في المكان في السوكا اللي ما بيسكنش بها غير اتنين الشيطان والعناكب وحطها كنبلة حتى تيرشتيجن قاعد بتفرج مش هيقدر يعمل لها حاجة وكانت يعني قشة التي قسمت زهر البعير بعد كده المعلم فربيفرد العجلاتي حاب يعمل التغييرة المنطقية بتاعته زي الماتش اللي فات وهي خروج كوتينيون يزول سميدو وتحول سيرجي روبرتو نصف الملعب بس ده مش هيساعدك في ماتش الاياب في الانفلد ده كان ممكن في ماتش الزهاب لان كانت الفريق في حالة كويسة وقدروا يخلصوا بمهارة ميسي الفردية في اخر 15 دقيقة لكن في ماتش زي كده يعني حسبة لله ونعمل وكيل بعد كده استمر قتال ليفربول والضغط العالي حتى الدقيقة بتسعة وسبعين وضغط عالي من ارنولد نفس اللاعب وتسبب في ضربة روكنية بيقولك انا رايح فين انا رايح تاني وراح لعب روكنية في الزل غياب تام من لعبة برشلونة اللي مدين دهرهم للكورة في حاجة غير منطقية بالمرة واريجي بيحطها في الشبكة واربعة سفر رمونتادة تاريخية في الانفلد ليفربول يعني رمونتادات بتحصل وكل حاجة بس الاحداث اللي كانت حصلة في ليفربول قبل رمونتادة ما كانتش تقول خالص ان ليفربول ممكن يسعد وليفربول حتى الجون في الديها تسعة وسبعين الجون الرابع قضى على الامال خالص وبعد الكلام دوت حصل بقى تغييرتين كده اللي هو ارطولو فيدال طلع ونزل مكانه ارطول ما عملش اي حاجة راكا طلع ونزل مكانه مالكم اللي كان في جبهة الشمال لكن ماتيب وهمدرسون وارنولد كانوا عاملين ماتش دفاعي بامتياز وماتش هجومي بامتياز وليفربول في النهاية في الواندامترو بالتاني واربعان سافر نيكل الماتش التاني ورمونتادة برضك والصراحة انا توقعت الماتش دوت بس ما توقعتش طريقة الاحداث او الطريقة تمشي بالطريقة ديت تلاتة اتنين بعد اداء هايل 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 من لوكاس مورا واحد من نجوم اللخاء الصراحة اللي احرز هاتج نيكل تفاصيل اللخاء وايكس وتوتنام ايكس بلعب بطريقة اربعة تلاتة تلاتة وشمال الناحية التانية يمين مزراوي الدولة المغربية اتنين قلبها يدفاع ودي لخت تلاتة نص ملعب وتلاتة هجوم وحكيم زياش اللي عمل مطش عمره لكن كان غير محظوظ بالمرة في الكرة اللي خبطت في الايم في الديها تسعة وسبعين وحنيجي نتكلم عليها الناحية التانية بيلعب بطريقة المحتاجة اربعة اتنين تلاتة واحد اربعة تربير داني روز اللي كان صاحب نقطة التحول في اللقاء وهي هدف الاول بعد هنتكلم عليها اتنين ارتكاز كانوا سيسوكو وانيامل اللي عمل شوت اول سيء جدا تلاتة قدامهم واحد هجوم والاربعة اللي قدام دول بتغير في ادوارهم اسكانة هجومية او دفاعية عايز يحرز هدف عشان يموت اي امال وفعلا في الدقيقة الخامسة روكنية ودي لغت بنفس الطريقة اللي جاب بيها الهدف في يوفينتوس في تورينو نفس الطريقة بينط فوق الجميع بعد غلطة في الرخابة من تربير وغلطة في في تيك اوف دي لغالي ودي لغت من الدور السادس وبيحطها في الشبكة وواحد سفر بعدها بدقيقة سون شامشون اللي عاد من جديد بيحط الكورة بيشوت كنبلها بتخبط في القائم ودي تحولت الماتش شوية لتوتنم توتنم بقى ضاغت توتنم بيروح توتنم بيضيع والناحية التانية ايكس من نفس الجبهة من الجبهة الشمال اللي راح باكتر من كورة عن طريق تدش في بداية اللقاء وشوتة اللي راح تتضربة اللي جاء منها الهدف والناحية ومرة تانية راح وشاط عدت من جنب الايم والتالتة تابتة بيروح تدش من ناحية الشمال بعد غلطة في التخطية من تربير وغلطة في التخطية من وانياما بيروح وينطلق في الناحية الشمال وحكيم زياش القادمون من الخلف القادمون من الخلف على رأي حميدة بيخترق ويخطف وانياما وبيحط بالشمال على شمال وهاتلي يا عم تيريش تيجن وهاتلي نجوم حراسة المرمى مش هيجيبوها هاتلي سبايدر مش هيجيبها واثنين سفر وبيخلص الشوت الاول في الشوت التاني بوتشتينيو وجنون بوتشتينيو وجنون كورة القدم كان لازم يعمل تغييرة يحول فيها طريقة اللعب وفعلا طلع وانياما ونزل يورينتي وبدأ اللعب باربعة واحد اربعة واحد او اه او اربعة اتنين تلاتة واحد بس الطريقة الهجومية هي قرب لاربعة واحد اربعة واحد راح فيها مهاجم صريح وتحتي لوكاس مورا والسن تحتيهم قلي واركسون وارتكاز واحد كان سوسوكو وفعلا في بداية اللخاء اول كورة عن اريكسون لديلي قلي على البعيدة وشطها وانياما بيتصدى ليها ونيامة تصدى لأكتر من كورة لكن غلطة الشاطر بألف بعدها في الدقيقة تقريبا من تلاتة وخمسين أو خمسة وخمسين خمسة وخمسين في هجمة مرتدة روس بيقطع الكورة من ناحية الشمال بيعد منها يعني بيجر الكورة ويروح كده هوت وبيقطع بيلعبها عالية لديل قالي اللي بيجري وبيخطف من ورا المدافعين بيخطف شون الارتكاز لوكاس مورا بسرعة بولت وبيخطف الكورة وهوبا بيشوتها وجون الأول ودي كانت نقطة التحول في اللقاء بعدها بمفيش دقيقتين لوكاس مورا من جديد بعد مجموعة من التمريرات بتوصل لسونسون بيلعبها للتربير بيلعب عرضية بيشوتها بتخبط في ونيامة ونيامة بيمسكها شون بيتكابل فيه وليوكاس مورا معجون كورة مرة تنامت ولوكاس مورا معجون كورة ولوكاس مورا معجون كورة وبياخد دوران تيرن وبيحطها على على يمين حارس اه وعلى يمين اونانا وبيحط الهدف التاني اللي بعد منه كده ما بنش بعد كده كان فيه تغييره في الديئة ستين وهي خروج شون وتدخول فيلت مان وتحول مزراوي لنص ملعب ارتكاز عشان نلعب باتنين ارتكاز اه بتنهاج يقفل نص ملعب على توتنام وتحول اه فيلت مان اللي باك يمين لكن الصراحة ده ما جابش يعني جاب بفايدة شوية وراح باكتر من كرة اه حاكيم زياش وشاط واحدة خبطت في الايم في الديئة تسعة وسبعين ودي فعلا حولت اللقاء بعد كده نزل اه خرج ديلبرج ونزل سين جراف وفي الديئة تمانين بيلعب الكل في الكل بتشتيني ونزل لميلا مكان تريبيو ونزل بن ديفيدز مكان اه داني روز وفعلا في الديئة تقريبا اه ستة وتمانين بيحط كرة في العرضة بترد تاني بيتلحها البديل فيلتمان ودي كانت نقطة التحول لان بعد كده توتنام لعب الكل بالكل كانش فيه غير ما كانش فيه غير اتنين بس وبيلعب الكل في الكل وفعلا في الديئة اه الديئة الخمسة في الوقت بدل الضايع بيحضر لالي بيحضر للوكاس مورا نجمل اللقاء اللي بيحطها على شمال اونانا وبيخرج قبلها كان فيه كرة الحاكيم زياش شاطها كمبلها كما قالت كتاب بنفس طريقته لكن هوغو لوريس كان في اللقاء وكان في المعاد وكان في السبات وصدها الصراحة الفرقتين لعب وكورة كويسة كان في لقاء الزهاب او لقاء الاياب ولكن الكورة ما بتعترفش غير بالاهداف تلاتة اتنين وتوتنام الفراخ كاك 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 في نهاية الواندا متروبول توتنام ومين هيا قادل كامبعونز لإيييييييييييييييييييييييييييييد المترجم للقناة